السلام عليكم المتابعين والمتابعات ديالنا الأوفياء اللي كيحبونا من القلب را منسيناكم شلي دورو فينا أو أخرى تعدار علينا يعني باش نديروا الفيديوهات سواء يعني في اليوتيوب اللي كاتكن فيديوهات طويلة دابا حاليا أنا نشيط في الانستغرام والتيك توك والباش دي الفيسبوك ديالنا دي الأجيو نستفدو را ممكن ندخلوا عندهم تابنوا عندهم وتشاركونا شاك جور ليستوري ديالنا وتشاركونا أيضا شاك جور ليفيديو ديالنا بوم كي مشتو معنا الطريقة يعني باش تقدموا الطالبات بزاف ديالناس هنا يا معنا غايقولك غبرتي علينا غايقولك ما كتجوبوناش وإنما را ما شمي كنتجوبوكو مش را الطريقة لتقديم الطالبات ديال أجيو نستفدو را كشتو عبر الموقع فعلا إلا درتي طالب وما تصلناش بك في غضون يعني قع ماكسيموم ثلاثة أيام أو أربعة أيام عرب بأن تعود تخلي الطالب أو أنا را كين مشكل في أخذ المواعيد اللي كين واحدة مشكل كبير بزاف في أخذ المواعيد الخوط را كاريتة كبيرة في أخذ المواعيد را الايماي ولا كيموت من بعدها شرد دقائق أكتواليزي ولا تقدر دوز أكتواليزي تخوازيان كتخرجك لابن را صعوبة كبيرة نقدر منقولك المواعيد حاليا في المغرب را كلا درع السياحة أما النزل تجمو العائلة والدراسة والعمل هدو كم هدو كراء منعدم أنا كنهدر على السياحة باش تأخذ مواعيد في السياحة في إسبانيا دابع حاليا وقسم بالله إلى بحال غادي تدوز غادي تدوز عود مي برا يلا حل لها عود عود غا تجيب واحد العود وغا يقولك دوزه مي برا هذا مواعيد واحد يعني داك العود تنقيهم زيان وتردوا رقيق ويقولك دوزه وما خسكش قيز ذلك الحديدة غا خسك الدوزه ويخرج صنبروي صحب الباسكيت صنبروي أراهي يهادك وبحالك أولا المواعيد يعني باش تشد مواعيد واحد أراه أولا تصعب بزاف هذا يعني الناس اللي كتسونع لش ما كتجوبوش لأن ركين صعوبة في أخذ المواعيد ما يمكنش أخوي إحنا أنا غادي نشد مثلا عشرين لثلاثين باسبور ولي عشرين واحد وأنا ما قادرش نوفر هذوك 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 الخدمات يعني كنقول اللهم ما نجاوبك اللهم ما تقول ما جاوبنيش ولا صفت طلو لعفانس وما قداش معاي الغارات اللهم ما تقول لي ما جاوبنيش حسن ما تقول لي بديتي معاي وما كملتيش معاي نتمنى من الله أن نكونوا خفافة على القلب ديالكم اليوم جيناكم بموضوعين جديد اليوم جيناكم بتغراءة جديدة اللي بزاف ديالناس وقيلة ما عارفينهاش اليوم غادي ندروا عليها هي الفيزا الاصحاب الناس الحرفيين واصحاب الفلاحة بون كما كتشوفوا معانا يعني في أسفل الفيديو غاني رحط لكم واحد لابباش ديال الوثائق ديال المطلوبة للدار البيضاء أو غيرها يعني وثائق بالنسبة لناس الفلاحة أو الناس البروفيسيون اللي بغال أو الميهة الحرة الخياطة القباصة السباغة البناية الناس الحرفيين الممكن الحلاقة أي واحد عنده يعني عنده لكاخت لكاخت البروفيسيونال اللي غاني نوريكم طريقة كيفية تخرجوها يعني هذا الشيء تالفلاحة ممكن تطلبو فيزا آشنو هم الوثائق لذلك الفيزا كيفاش يمكن لي أنا ما عندي والوغا والو نهائيين وبغيت نكريه أبجيكسي فلنجعل الفيزا اليوم غادي تعارفوا التفاصيل تابعونا الى الاخير نبدأ بالفلاحة الفلاحة اللي كنا ديج احنا يهضرنا لهم فيديويات سابقة الفلاحة وما أدرك من الفلاحة الفلاحة في الفيزا على من كاتبازا كاتبازا على واحد الميلف سمعوا لي مزيلا الناس اللي بغا تدير الدواسة ديالفلاحة يا إما تكون عندك أرض في الملكية ديالك أرض فلاح يبين سيخ يا إما يكون عندك عقد الكرا دير هاد الأرض يا إما تكون تموكل تكون جارة على هاد الأرض يعني مثلا أخوتك نتوياهم عندكم أرض أي أنت تنتدخل معهم في الملكية ولكن يدروا الكوكالة وكالة عدلية بأنك نتايا مكبب هاد الأرض تولوا جيران ديالها حتى لنا تفاهمنا تفاهمنا ندوزوا الحاجة أخرى هاد الأرض واش فيها أشجار واش فيها أبقار واش فيها خرفان واش فيها الحليب يعني هاد الشي كامل كيكون واحد رسل نعطيكم اكزمبل عندك مثلا عشرات البقرات وعشرات الخرفان وعشرات عشرات عشرات أنا أرى كل يتفرس مال 40 مليون دعم يعني الأرض إذا كانت عام رأى 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 دافع للرجوع إذن هاد الشي فيما يدخل هاد يدخل في الملكية أو هاد يدخل في عقد الكرا أو هاد يدخل في الوكالة يعني أنت ذيك الأرض هاد يكون عندك ما فيها مثلا عندي أشجار بحل واحد تسيدك في تيك توك اليوم وقال لك عندي أشجار ديال لفوكا وعندي أشجار ديال هاد يدخلهم ما عرفتش كيف يدخلهم في الملكية أنا أعطيك الطريقة كيف يدخلهم في الملكية كنتمشي عند القيد كنتم تقوله سعادة القيد المحترم الفادل الله يجزيك بخير كما كنتم تشوف أنا عندي مهم أنا كنقولكم هذا الشي إلا كان إلا ما كانش تمتمو ونفهم ما يمكن نقول كل شي هنا دابع أنا كنهضر مع واحد عنده هذا الشي وذلك اللي ما عنده سرع بحال لا عنده المهم ما هذا الشي كامل هو تجيب الأوراق البابراس البابراس أنه عندك سيدي قده وقده عندك قده هادوك الأوراق كتقدر ممكن دوز مع البيطاري أيضا يقول بأنه فعلا سيدي عندك قده وقده 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 عندك غلاء وقده عندك غلاء ونبي رسول الله تحياتي الشباب والشباب المهم ما علينا عندك عندك كتمشي كتدي هلا من كتبغي تكتب مع السيد سواء عند العدول لك كتدي الولوراق كتقول عندي كيدخل لك يقول أرد كده 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 يعني ذاك الارد هل تشفيات الشي كامل إذن كتقول لانت يعني عندك واحد رأس مال كبير بين ما بالوثائق الاخرى هو الحساب البنكي يكون مزيان لأن الفلاحة رأيك يكون ما شاء الله يعني الفلاحة رأيك يكون عنو واحد رأس مال فادك يعني طريقة ضريبة كتجيبها مضار ضريبة لأن القطاع معفهم ضريبة فلاحة جاوبنا كم آرك لي أصحاب المهال الحرة أو ثاني أصحاب المهال الحرة تنتم كذلك كتخرج البطاقة المهنية من غرفة الصناعة التقليدية كتخرج شهادة الحرفيين أيضا من غرفة الصناعة التقليدية كيف هل يمكن أن تخرجها واش انت يا خيات المقدم عارفك خيات سعادة المقدم الفاضي المحترى أعطينا واحد الورقة بأنني أنا خيات هكا سيدين تخيات كتديها الغرفة كتقولون أنا خيات هيا توليتي خيات ديبلوم آه كيتلبو ديبلوم وكيتلبو ته آه المهمة سيدين تمت مولف ما عندك وارو بغيت يدير أنك خيات رغا تقولي خيات تجربة العمل وانتما ركو فاهمين تتخذ كتجيب لك أخط البروفيسيونال كتجيب شهادة الحرفيين كتجيب الإعفاء الضاريبي تنتم لأن لأن لديكم ضاربة واللي يخلص الضاريبي يدير الضاريبة أنا ما كنت هدرج على أصحاب السيجل التجاري والشتركة لا كنت هدرج الحرفيين كتجيب تنمي إذا كانت لديك سلعة أو لديك أخط أو لديك أخط أو لديك أخط حيث الضاريبي البنكير كل سما نحت شي كل سما نحت شي شي كتجيب اخوة والرغ الاحساب الطبيعة العمل لأن أنت حرفي لأن لا يسار نحت أغلب شي الأغلبية أعمال يدوية يعني كل سما نحت شي هذه طريقة الترويج صحيحة. لا تساسيون تصول بيانسور يعني الميلف ديالك هكا غادي يكون. هادي يلا بازيان. انك تعتمد على هذه الوثائق. كان عارف ناس كان عارف ناس داروا هالطرق معندهم هالطرق وداروا هالطرق ومشاوا. كمال على الله. ولكن الكنتبانكير كان واقف. دعموا هالوثائق. وكمالوا على الله. احنا اللي بغا يخدم عندنا الف مرحبا. اللي بغا يخدم عند شي اجنس الله يسهل عليهم. ما علينا الا ندعو معهم. قلونه يا ربي. يا ربي تسهل على هذه الوليد و هذه البنية. ما كان بزوش عليكم الخوت ولا شيء. اشوف كان عطوكم معلومات. بسبيل الله. والعمل كي بقى اختيار. بغيت يا اخوية تستفيد من خدمات اجلوا يستفيدوا. خلي الطالب ديالك عندنا في الموقع. او ادخل عندنا الواتس اللي عندنا في صندوق الواتس. وخلي الطالبات ديالك. احنا رغان نخدمه معك. ولا الى محمد رسول الله. نتمنى نكونوا خفاف الدل على قلبكم. هدرنا لكم اليوم على الفلاحة. وهدرنا لكم على المهال الحرة. نتمنى تشينا الاعجاب ديالكم. خوت. بارتاجوا معنا الفيديويات. اعطونا اللايكات ديالكم. بارتاجوا. يعني دخلوا عندنا الاسستغرام ديالنا. انا كندير دي ستوري وكندير دي فيديو شاك جو. دخلوا قطابونا وعدنا. باش تابعوا اجيو استفدو. ارا ديما كيه المعلومة الجديدة. وان شاء الله الرحمن الرحيم كل شي غدي يمشي. بإذن الله غا هو. كلتو خيرا فيها خيرا. كان معكم اجيو استفدو لفيديو خديم ان شاء الله. مع السلامة.